انتك دايما كلمة وقفت انت حراوسك فوق مرمطي كتير لجوات انت شو بدك بجوات؟ انا بدي كل شي بدي يا جوات I love you I love you كأني قلت اشياء وانا عم بحكي شو قلت؟ قلت اشياء اشياء عم لطش على لبناني حاسس ايه ما بعرف ليه شكلك بتحب اللبنانية كتير نحنا بنقول اكيد ولو انو لكن انا اضحك كتير اه اوكي بالتيارة اللي هي استوديو انتك دايما كلمة وقفت انت حراوسك فوق بالغلط لان ما كنت ما كنت هتستعب انو نحنا بستوديو صغير تذكرت كتفكر حالي بطيارة ارجع اضرب وارجع اقعد صح مش انه هيك اننا عمنا طيب شكرا ستيفاني على الضيحة على الهوى انا عندي علاقة سباشل بعيلتي يعني مش انو نحنا بيرفكت فاميلي لا بعيد عن هيك وعننا كتير مشاكلنا وكتير حزيزي يعني متل كل العيل ما في عيلة بيرفكت بس في شغلة انو نحنا الحب عنا بالبيت اولوية اذا في حدا عايز شي او ناقصو شي منركض كلنا اشتعرفت على امك وابوكي اللي خليلك ياهن مرسي وجهنهم كتير تحية مرسي ولستعتني بدي العزيمة طبع الماما ايه وانت مش تهي اكل الماما بس الماما ما بتطبخ منيح وكل مرة يقللي شو الماما عندكم ايه يعني اليوم شو في ورق عناب اه صاحبات ما كانوا بإسطنبول صدقني امي مش متل الامات اللي انو بتشتهيها اكلون لا تعرف تعرف حالا انت مقططية فضايح اليوم بالبودكاست شوات ما انا كمان التقيت بابوكي من فترة ببيروت ايه قلي شغلة هلأ رح اقولها قلي ليك انا لو بنتي زعالتك انا رح راضيك فتخيلي اه لا روينا تخيلي قصدي قديش انت حبيبا ايه نقطة الانعطاف او التحول المهمة بحياة في كانت هي بوفاة ابوها الله يخليليك ابوكي ويطول بعمره ويخليك الاهالي من العالم ميش قديش بتحسي وجود الاب بالعيلة بيعمل هاد التوازن للولاد بيعمل كل شيء كل شيء كل شيء انا دايما بقلله بابا انت التلزيق بالعيلة شو انت تلزيق يعني انت اللي ملزقنا ببعد يعني احنا تنقول نحنا فاز هيد العيلة اذا انكسر دايما في البابا عم بيعم بيجبر مش معقول عن جد عارف حالي في هلا بالابيض انا هيك براسك انا شيء ابيض بدي سير اسود اوكي انا كيف بدي قطعهم من الحلقة الاولى للحلقة التسعين من ابيض لاسود بلا ما يقولوا ييه شو عملت خطوة خطوة محمود يعني حتى المشوة البيتش الصوت يعني المرتفع شوي لانه هي في بعد بريقة نظرة العين ليش انت عم تحكيني هيك يعني كلنا ما في حدا بيقلك انا خي ما بدي سير شيء بالحياة هيدا الشيء موجود بكل انسان هاي الموتيفيشن يعني بس فرق لما بيكون الموتيفيشن هي من جواتك انت عارفاني الستيبس اللي بدك تروحيهم لنتوصل الى هدفك وبينما تكوني حطى حدا شخص معين ايدل ايدل بس انا ما يعني بدي سير محله وهو يسير ماشي دكتور جواد فياض ايوا هالحبيت عاليا كرم بيوم من الاميام كأنه هي تكون حبيبتك مش انو ايه بحبه اليłam محبي تبيأ ما بدناح الحكي انت حبيتها محي مع الوقت محي ما بتشبهو ما بتشبه طريقة تفكير وكيف بتعامل الناس اي هو بطل يحبه بطل يحبه علي عين وراسي طيب وهي عم بتصري علي um tema انو يكون معا بعلاقه علي جا عجرب بس سواني انت شو بديك بجوات انا عبديد كل شي بدييا جوات انا اسدني ليه أسوأ يا جماعة ليه أسوأ عن جد ليه أسوأ لك عالية شو المنيح اللي عملته ما عم قللك إنه العالية كانت منيحة عم قللك تحولت لنسخة مو بس سيئة لسه أسوأ يعني طغت على السوق السوق اللي موجود بعالية أنا بلاقيه إن صاروا نفس الشي بس لإنه أنتو تعلقتوا بأول في لقيتوا هالأفز كبيرة ليه هيك صار بفي أنا بالنسبة لإلي بصراحة مرمطي كتير لجوهد كتير مرمطي ليش أنت بتعب شو ساير بيناتنا نحن شو؟ فيو جوات ساير كتير إشي أنتو ما بتعرفون طيب كان كتير سئيل بالحق معي بتواجهي؟ أبدا أبدا؟ أبدا أبدا شو بتعمدي؟ عم بشتغل على إنه صير واجه شوي بس أنا أبدا ما بحب المواجهة رحت عباحل في كتير شجر وجيت تعسد كل نئب جسمي أخذوني عمستشفى وقبار ويا لطيف شو حد البعالم بيشوف عالية أو بيشوفوا الدكتور جواد وكذا بيقولوا واو شو هالحياة الحلوة كيف عايش كيف كذا مو ناصشي بس إذا بتشوف بتفوتي أو بتقربي شوي عليهم وبتفوتي لجوة ما حدا بيعرف شو عايشتنا تماما إن إحنا ملبقين تابنا عبعد ولا صدفة؟ لا بالصدفة على فكرة بس تنوضح شوي كرتيل المخرج المنفذ الأخير اللي كان موجود تبعا ستيفاني ستيفاني إيه؟ I love you I love you I love you